بسم الله يا صباح الناس الحلوين عال سريع كده مفرش مدور شهر له لذيذ شبه الطرطة كده جميل قوي سهل وسريع مفيش اسهل من كده يلا هاتي خيطيك وتعالي ورايا عشان نعملو بسرعة هنستخدم خيط ناكو فيزون او اي خيط لعدد نفس عدد الانطار يعني هو متوسط الصمك تمام آآ هو الميت آآ جراء مبارا على مية خمسة وتسعين آآ متر اوكي هجيب انا بحيب اجيبه من جوة البكرة عشان نتوسخش بس دول حابقت بقى هو بس واريكو هستخدم آآ ابرة رقم آآ تلاتة همسج الخيط كده وعملو كده كاني هاعد عقدة ورفها كده هدخل الابرة من هنا واسحب واعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة شديد شواء صغيرين هاخد لفة وادخل جوة الحلقة دي لو انت جديدة معنا في القناة احنا عاملين كل غرز الاسية للآآ تعليم الكورشيف بتشاركوه على القناة آآ لو حبها تتعليمي من البداية هاخد لفة اخرج لفة اخرج من حلقتين لفة اخرج من حلقتين انا عملت عمود لفة وادخل في نفس الحلقة لفة اخرج لفة اخرج من حلقتين لفة واخرق من حلقتين لفة وادخل في نفس الفراغ لفة اخرج لفة اخرج من حلقتين لفة واخرق من حلقتين لغاية مكملهم عشرين آآ عمود التلات سلسلة الاولينين بتحيزموا معايا اول آآ عمود هعمل ستاتاشر آآ غيره عندي هيبقى عشرين عمود. هنشد الخيط ده كده كامد. جامد على قد ما نقدر. كامد. ونعقده. هنبدأ بقى نقفل السطر. هنقفل هنا في تلات سلسلة من فوق هنا بغرزة من زركة. هنعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. اخد لفة في العمود اللي بعديها. هعمل اتنين عمود. ادي واحد. ادي اتنين. العمود التاني. هعمل عمود واحد بس. العمود اللي بعديها اتنين عمود. العمود اللي بعديها عمود واحد بس. العمود اللي بعديها اتنين عمود فوق نفس العمود. اللي بعديها عمود واحد بس تلات سلاسل اتنين عمود فوق اول عمود عمود فوق العمود اللي بعديها اتنين عمود فوق تانية العمود التالت اللي بعديها عمود واحد اتنين عمود فوق العمود اللي بعديها عمود فوق العمود اللي بعدية لغاية اخر السطر. اخر السطر هيبقى عندك اتنين عمود. هتقفلي في اول سلاسل احنا عملناها بغرزة منزلقة. كيزي بقى معي في الجزئية زي. هنا شايفها احنا قفلنا هنا. هعمل منزلقة بعد السلاسل على طول. هدخل بعد السلاسل كده على طول. واعمل منزلقة. واعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة. هاخد لفة. شايف العمود ده او العمود عندي? هعمله عمود امامي. واخد لفة. واكمل العمود. عادي. لفة العمود اللي جنبي. هعمله عمود امامي. واعمل عمود. العمود اللي انا شغلت فيه. بينه وبين عمود التاني. هدخل كده بينهم الاتنين. واعمل عمود. بين العمودين اللي بعديهم في النص. هعمل عمود. كده عمود اتنين عمود. هدخل هنا بقى. نعملت هنا عمود اهو. العمود اللي بعديه على طول عمود امامي. العمود اللي بعديه على طول عمود امامي. بعد العمود اللي انا شغلت فيه على طول هنا في النص. هعمل عمود. بينها وبينهم العمودين كده في النص هعمل عمود. هيخد لف اول عمود اللي هو بعد اللي انا عملت في النص ده روح عامل عمود امامي. العمود اللي جنبيه عمود امامي. طينا. يابين هنا عمودين امامين. عمودين امامين في عمود واحد بس متسب في النص. تمام? تمام. عمود امامي. صح? هادخل هنا هو. واعمل عمود. وبين العمودين اللي بعديهم هعمل عمود. وبعد كده عمود امامي. وعمود امامي. وهكمل لغاية ما خلص السطر. اعملت لك الاضاءة عشان تبان في اخر السطر. انا عملت اخر اتنين عمودة امامية. هاخد لفة هنا هو قبل السلاسل البداية ده بتتصدر اللي فات. هعمل عمود. واقفل في اول سلاسل انا عملتها هنا بغرزة منزلقة. اهي بينا. بينا شوية. لسه هتبان بعد كده. خلاص. هناعمل منزلقة على طول. بين السلاسل البداية والاعمدة. وهعمل تلات سلاسل. اخد لفة هنا ده عمود امامي. هدخل واعمل عمود باش باين ولا باين كده. عمود امامي. انا عملت القضاي بس عشان تباني العبارسة. عمود امامي فوق العمود اللي بعضيها. تمام? لفة بعد العمود الامامية على طول في النص بين العمودين. بين العمودين. هعمل عمود. مواضح كده ولا يناس. بين العمودين البعديهم هعمل عمود كده كام? اتنين. بين العمودين هعمل عمود كده تلاتة. يبقى انا عملت تلات عمدة بعد الاتنين عمود آآ امامي. لفة هنا عندي اتنين عمود امامي. هاخد لفة واعمل عمود امامي. فوق العمود الامامي. وعمود امامي. فوق العمود الامامي. باطحة. هنا بعد العمود ده لطول هعمل عمود. بين العمودين هعمل عمود. بين العمودين هعمل عمود. عمود امامي فوق العمود الامامي. وعمود امامي فوق العمود الامامي. بعد العمود الامامي على طول هعمل عمود. بين العمودين هعمل عمود. بين العمودين هعمل عمود كده ثلاث اعمدة وبعدين هرجع تاني. عمود امامي. وعمود امامي لغاية اخر السطر. بدأت تيبان جيوية. تمام? اخر السطر بعد الاعمدة الامامية هعمل هنا في بين العمودين هعمل عمود وبين العمودين هعمل عمود كده اتنين وكان في واحد في الاول انا هقفل هنا باول غرزة بغرزة منزلقة وهعمل منزلقة على طول جنب العمود لو تلاحظي هنا دي الاعمدة الامامية دي العمدة الامامية هنا كان في عمود هنا اتنين هنا تلاتة الدور ده هيبقى اربعة هنعمل اول تلاتة سلاسل عمود امامي فوق العمود الامامي عمود بعد العمود الامامي على طول بين العمودين بين العمودين عمود ادي كده اتنين بين العمودين عمود ادي كده تلاتة بين العمودين ادي كده اربعة بقى عندي اربعة هنا كان عمود اتنين تلاتة اربعة عمود امامي فوق العمود الامامي وعمود امامي فوق العمود الامامي بعد العمود الامامي على طول هعمل عمود بين العمودين هعمل عمود بين العمودين هعمل عمود بين العمودين هعمل عمود وبعدين عمود امامي فوق العمود الامامي وعمود امامي فوق العمود الامامي وهكمل لغاية اخر الزطر. اشتغلت. لغاية ما عمله بصي بقى هنقيس من هنا. شايف النقطة دي لازم تعدي بالنقطة دي والحادي هنا. عمد للزبط اتنين وعشرين سنتي. تمام? تمام. اتنين وعشرين سنتي. هنبتدى بقى نشتغل الجزئية اللي بعدها. كم دور دي ترجع ليكي? انت اشتغلت كم دور? هقولك برده انك عملت كم دور? كم? سمعيني باقي بالابرة. عملنا. دور. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمسة ستسطس سبعتاشر. هيبقى عندنا اي بس من هنا. شايف هنا في عمود اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر امود في النص بين الاعمدة الامامية. تمام? تمام. زي ما احنا وقفين هنعمل تلاتة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. لفة اتنين تلاتة على الابرة. هنسيب الاعمدة الامامية جي. وهنه فوق العمود ده. هعملوا عمود امامية كده. واخد لفة. واطلع لفة واطلع من حلقتين. لفة واخرج من حلقتين. لفة واخرج من حلقتين. لفة واخرج من حلقتين. لفة اتنين تلاتة على الابرة. عمود امامي فوق العمود اللي جان بيها. واعمل لفة واطلع من حلقتين. لفة واخرج من حلقتين. لفة واخرج من حلقتين. لفة اتنين تلاتة على الابرة. وهعمل العمود اللي جنبيها عمود امامي برضو واقفلوا ادي افلة اتنين تلاتة اربعة لفة اتنين تلاتة على الابرة هرجع بقى اعمل العمودة اللي احنا سبناها شايفين العمود الاولين اللي احنا سبناها ده اللي هو في السلاسل والعمودين الاماميين تمام انا كنت سايبها تلاتة لفة اتنين تلاتة على الابرة واول عمود احنا اللي هو عمنا فيه السلاسل على طول ده اللي هو قبل العمودة الامامية هدخل فيه كده واعمل عمود امامي لفة اتنين تلاتة وقفل اخر قفل لفة اتنين تلاتة على الابرة العمودة الامامية اللي اتنين دول هعمل اول واحد فيهم كده لفة واخرج من حلقتين لفة واخرج من حلقتين لفة واخرج من حلقتين لفة اخرج من حلقتين لفة اتنين تلاتة على الابرة والعمود الامامي التاني هعمل فوقي عمود امامي بتلات لفات اللي هو اللي احنا عمليه ده. لف واخرهم من حلقتين. لف واخرهم من حلقتين. اوكي? دي اول اول واحدة اتعملت معنا. اللي واحدة اللي بعدها. هلفة اتنين تلاتة وبص بقى هادخل فين. شايف اول العمود ده اللي احنا شغالين فيه العمود الاولاني اللي هو الاخير ده. هو هو هنشتغل فيه. فهنسيبه هنعد العمود ده اللي هو ده. ده. هنعد العمود ده واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة هاروح دخل عامل عمود امامي. تمام? يجي عمود امامي بلفتين. لفت تنين تلاتة على الابرة وهناخد العمود اللي جنبه على الشمال. وعدين. افلة اتنين تلاتة. والاخيرة. لفت تلاتة على الابرة وهناخد العمود الليme على الشمال. ولفة. لفة نخرج من حلقتين. لفة نخرج من حلقتين. لفة نخرج من حلقتين. لفة نخرج من حلقتين. لفة اتنين تلاتة على الابرة. وفاكرين العمود اللي احنا ده. اللي احنا اعملنا في الوحدة اللي قبليها. هو اللي هندخل فيه على طول. هو هو نفس العمود. تمام? وهنعمل عمود امامي. يبقى العمود ده شابك بين الوحدة الاولى والوحدة التاني لفة اتنين تلاتة على الابرة وهناعمل العمود اللي جنبيها وقفلة اتنين تلاتة الاخيرة لفة اتنين تلاتة على الابرة والعمود اللي في النص ده ايه واي تنسي اهو وقفلة اتنين تلاتة اهي كده يبقى العمود ده مشترك بين الوحدة دي بالوحدة دي لفة اتنين تلاتة على الابرة العمود اللي انا شغله فيه ده اللي انا تلاتة واجي على رقب اربعة واعمل عمود امامي بلفتين لفة اتنين تلاتة على الابرة والعمود اللي جنبيها واقفل لفة اتنين تلاتة اربعة لفة اتنين تلاتة على الابرة والعمود الاولين ده من العمود الامامية هاخدوه معاي واعمل كده واقفل كله لفة اتنين تلاتة على الابرة وهارجع لاني عمود برافو العمود اللي انا شغله فيه اخر عمود في الوحدة دي واعمل كده عمود امامي واقفل اتنين تلاتة واخر افلة لفة اتنين تلاتة على الابرة واعمل العمود اللي جنبيها من الشماء واقفل كده لفة اتنين تلاتة في عمود واسطاني ايه وعيد انسي اللي هو في النص بين هنا وهنا ده تمام تمام اهي ترى لفة اتنين تلاتة على الابرة العمود اللي شغلت في ده رقم واحد اتنين تلاتة في رقم اربعة هعمل عمود امامي عمود طبعا للة لفات لفة اتنين تلاتة على الابرة في العمود اللي واخر واحدة لفة اتنين تلاتة على الابرة والعمود اللي بعديها على الشمال لفة اتنين تلاتة على الابرة العمود اللي انا شغل فيه اخر وحدة هعمل فيها عمود امامي لفة اتنين تلاتة على الابرة العمود اللي جنبيها اللي هو العمود امامي. هعمل في وفوق اي. فهمنا? لفة اتنين تلاتة على الابرة. والعمود اللي في النص اللي ويتين سي. تمام? تمام. اهي. كده انا عملت اربع وحدات اهي. لفة اتنين تلاتة على الابرة. قلنا العمود الاخير ده رقم واحد اتنين تلاتة وفرقم اربعة اروح عاملة وهكذا. هنعرف نقررها. نقررها دا ما يدور الكاب او البري اه كله بنفس الطريقة. كده عملت سطر كله في اخر جزئية. تلات لفات على الابرة. وهعد ادي واحد اتنين تلاتة في رقم اربعة. هعمل العمود. تلات لفات امامي. لفات اتنين تلاتة على الابرة. واخر عمود في السطر معايا. هعمل فيه. تلات سلاة تلات حلقة على الابرة. وشايفين مشي السلاسل دي. لأ. اول عمود انا عملت في ده. هو ده اللي هستغل فيه هنا. كده متقفل معايا. مزبوط. اوكي? لو حصل. لو حصل. وكان ان ما اسمعيكي آآ في زيادة حول توزنها. فهمها? تلاتة. ارجع بقى للعمود اللي انا كنت شغالة فيه. ده. وعمل العمودين للباقيين. وخلصنا اول. خلص ايه? خلص احنا قربنا نخلص. هاي. حاشبك واقفين. شايفين السلاسل اللي كنا عملاها في البداية? هادخل في اول سلسلة من السلاسل من فوق كده. واقفل بغرزة منزلقة. وده شكلها. سهلة ونزيزة.